مع نجوم شهر أكتوبر على MBC Bollywood بمناسبة احتفال المحطة بالسنة الخامسة لانطلاقها ونجم هالشهر هيكون شارو خان اللي بتحتفل MBC Bollywood كمان بعيد ميلاده بعض مجموعة من أهم أفلامه وأيضاً رح تشوفوا أفلام لأهم النجوم تعرض لأول مرة على الشاشة ومنها ميري بياري بندو رابتا أما أهم هالأفلام فهو تايجر زنداهي للنجم سلمان خان بعرضه الأول على الشاشة ورح تشوفوه اليوم الساعة عشرة بتوقيت سعودية ودانا قابلت مخرج الفيلم علي عباس زفار حصرياً وحكيو عن هالموضوع ومن بعد النجاح الكبير اللي حققه تايجر زنداهي واغنية سواجس سواجت اللي صار شايفها أكتر من ستمية وعشرين مليون شخص حنرجع نشوف الآيقون سلمان خان وكاترينة كيف بأبوظبي بفيلمهم الجديد من إخراج علي عباس زفار هل أنت قادمت بكيو؟ هل أنت قادمت بكيو؟ هل أنت قادمت بكيو؟ حلقك بالفليميك لفيلم كوري بتوقع أحداثه بالخمسينات لهي كان لازم تغيير الست بس كل عشاء سلمان خان مستنين يشوفو بها الفيلم اللي صار لفترة عم بيصورو عم بيحمز جمهورو من خلال الصور اللي عم بينشرها على حساباتهم من موقع التصوير وحيشارك ببارات ايضا كل من الممثل القدير جاكي شراف والممثل المغربية نورة فتحي وراح يكون في ظهور خاص لممثل تاني اليوم سلمان خان اقضيت فورو بارون بارون بيصورو هل هناك كاميو بارون؟ هل سنرى بارون؟ ماذا سيحدث؟ اريد ان اتركه الان في الناس اعتقد ان الناس يأتي وراء الفيلم سيقرر ما يفعله يعني ما في شي نقدر نقوله عن سلمان خان يعني ما شاء الله كل شي بيسوي بينجح فيه والناس كثير تحبوا وتحب التابعه والناس كمان بتحب تشوف سلمان مع كاترينا خاصة انه كانوا على علاقة لفترة طويلة وسلمان هو السبب الرئيسي يلي اكتشفه ويلي شهره بالبداية ومن بعد ما تركه بطلوا يحكوا مع بعض ولكن من بعده ارروا انه يتركوا كل خلافاتهم ومشاكلهم ويرجعوا على الشي شي سوا وهذا بيبين كيف هم بروفشنال في شغلهم وطبعا سلمان خان دايما بيقول عن كاترينا انها قوية وفاري تالنتد وايضا علي عباس بتجمعها علاقة خاصة مع كاترينا مثل ما خبرنا حتى هو فش الأولى لانه اختبار هذه الحصارات سادتلك بحراتي ومحانتهم في دا شراء ثم جورة الامراء في هذا القدر ومحان نعم نعلم ومحانا بأي جونا نحن نعلم ايضا قد نحن بات تانتك في المم開نة ويليس فرقوم بحرور تراب لغاما سيارة الدكتور كمنا نحنف الشمع بحراتنا نحن بشكل يؤلدا بزمتداننا نعجة نعيضة ترجمة 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 نانسي قنقر